من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم مساكم الله بالخير عزائي مشاهدي قناة فدك وتقبل الله صيامكم وإفطاركم وجميع طاعاتكم إن شاء الله نلتغيكم بليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية المباركة في برنامج الليالي الرمضانية ودائما نستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب مساكم الله بالخير سماحة الشيخ مساكم الله بالخيرات حياكم الله أعزائي المشاهدين نبدأ كالمعتاد يتفضل سماحة الشيخ بورقة بحث يطرحها وبعد ورقة البحث إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي ستوضع إن شاء الله أسفل الشاشة تفضل سماحة الشيخ أحسنتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الديانة التي تحث أتباعها على أن يحتالوا لاستحلال المحرمات لا يمكن أن تكون ديانة على حق نحن نعلم مثلا أن الديانة اليهودية أباحت لأتباعها شيئا من هذا القبيل وكلنا يعلم قصة أصحاب السبت وهم جماعة من اليهود كانوا يغطنون الساحل وقد حرم الله تعالى عليهم أن يصطادوا الأسماك في يوم السبت فقاموا بحيلة حتى يصطادوا الأسماك في هذا اليوم ولكن على النحو التالي بأن جعلوا الأسماك تحاصروا في أحواط في يوم السبت ثم يأتون في يوم الأحد ويصطادونها من تلك الأحواط كانت الأسماك في يوم السبت تأتي إلى قرابة الساحل ثم ترجع ثانية والله تعالى اختبرهم بذلك فهم أرادوا أن يصطادوا هذه الأسماك في يوم السبت وأن لا تفوتهم هذه الأسماك فوجدوا أن الشريعة تحرم عليهم ذلك فماذا صنعوا؟ أنهم حاصروا هذه الأسماك كانوا يحاصرونها في أحواط معينة يسدون عليها طريق الرجوع في يوم السبت وتبقى هي في الماء ثم في يوم الأحد يأتون في اليوم التالي ويصطادونها فكانوا يقولون نحن لم نصطد في يوم السبت هذه كانت حيلة حيلة من الحيل التي استحلوا بها المحرمات عليهم أمرا كان محرما عليهم استحلوا وبذا نطق القرآن الحكيم كما نعلم و قال فيهم مجموعة من الآيات منها تلك الآية المعروفة في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسي الديانة هذه التي تسمح لأصحابها أو تبيح لهم ارتكاب الحيل لاستحلال المحرمات نفهم جميعا أنها لا يمكن أن تكون ديانة على حق ومن هنا يقالوا أن الديانة اليهودية ليست ديانة على حق لماذا لأن فيها هذه الخصلة أنها تبيح استحلال المحرمات بطريق الحيلة الديانة البكرية كذلك وقد يكون أمرا مفاجئا للناس أن هذه الديانة كذلك على مثل الصفة التي تتصف بها الديانة اليهودية فإن أرباب الديانة البكرية أباحوا لأتباعها لأتباعهم استحلال محرمات مؤكدة في شريعة الإسلام بطريق الحيلة لعل كثيرا يتفاجأون بأنه في الكتاب المقدس لهذه الديانة وهو كتاب البخاري الذي هو بمثابة توراة هذه الديانة أو إنجيلها هناك كتاب كامل في صحيح البخاري هذا اسمه هكذا اسمه كتاب الحيل موجود في البخاري أي شخص لديه أي نسخة من البخاري بإمكانه أن ينظر فيه فيجد كتابا أي فصلا كاملا فيه أبواب وفيه أحاديث وفيه أقوال فقهية هذا الكتاب اسمه كتاب الحيل افتحوا هذا الكتاب تجدون فيه فتاوى عجيبة وغريبة لا يقبلها عقل ولا يقبلها ذو منطق إسلامي لأنها فتاوى تبيح بصراحة المحرمات ولكن بطريق الحيل مع أن هذه الحيل ليست بحيل أصلا أي ليست بحيل شرعية في الواقع وإنما هي حيل غير شرعية شيطانية لكنهم مع ذلك يبيحونها لأتباعهم حتى يستحل هذه المحرمات اقرأوا في كتاب الحيل من البخاري يقول هناك باب بوبه بهذا العنوان إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمن هذا باب من كتاب الحيل في البخاري عنوان الباب سليم أنه إذا غصب جارية هناك جارية يملكها شخص يأتي شخص آخر ويختطف هذه الجارية يغصبها اغتصاب فزعم أنها ماتت لما جاء إليه جاء مالكها وطلب منه أن يسترد الجارية زعم أنها ماتت ما الحكم هنا يقول فقضي بقيمة الجارية الميتة ترافع الاثنان إلى القاضي والقاضي حكم على ذلك الغاصب بأن يدفع ثمن هذه الجارية التي زعم أنها ماتت أي أنه بنى على أن الجارية قد ماتت فعلا فعليك أن تعوض صاحبها وتدفع ثمنها ثم وجدها صاحبها الصاحب الأصلي وجد هذه الجارية فهي له إذن للصاحب الأصلي لصاحب هذه الجارية أن يسترد هذه الجارية وترد القيمة القيمة التي دفعها المغتصب لصاحب الجارية له أن يسترد هذه القيمة ولا تكون القيمة ثمن لا تكون هذه القيمة تحل محل الثمن تلف الجارية فيحل لهذا المغتصب أن يطأ هذه الجارية بهذا الثمن هذا كلام صحيح ولكنك تفاجأ أن البخاري يذكر هذا النص ضمن هذا الباب يقول وقال بعض الناس الجارية للغاصب هذا الذي اغتصب الجارية إذا زعم بعد غصبه لها أنها ماتت وقضى القاضي عليه بأن يدفع ثمنها لصاحب الجارية الأصلي وثم بعد ذلك وجد أنها كانت حية أي أن هذا الغاصب كذب وأنه إنما قام بحيلة حتى يستولي على هذه الجارية قال بعض الناس الجارية للغاصب يحكم هنا الحكم الشرعي يكون أنه لا الغاصب يأخذ هذه الجارية لماذا لأخذه القيمة لأخذ صاحب الجارية الأصلي قيمة هذه الجارية يقول وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها أي صاحبها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره يقول وهذا فيه احتيال أنت رأيت جارية لفلان وقد أعجبتك ذهبت إلى فلان قلت له بيعني هذه الجارية ما قبل ماذا تصنع عندك طريق حيلة تمكنك من أن تحصل على هذه الجارية شو تسوي تروح تختطف هذه الجارية تجيبها عندك بالبيت ثم بعد ذلك صاحبها يطلبها منك تقول لا راحت وماتت فتترافعان عند القاضي القاضي يقول ما قولك تقول ماتت الجارية يقول إذن عليك بأن تدفع قيمتها ثمنها لمن لصاحبها تدفع الثمن بعد ذلك أظهر أن الجارية اكشف الحق قل أن الجارية نعم هي موجودة وقد عاشت وهي حية يأتي يأتي كذلك الشخص يقول لك أنه تعال رجع جاريتي تقول لا أنت قبضت الثمن بقضاء القاضي بحكم القاضي فهي لي وأنا قد اشتهيت هذه الجارية وقد طابت لي أخذتها لي مو دفعت الثمن طيب هذا ثمن كلام كله كان مبنيا على الكذب يقول لا بعد هذا هو الحكم قد قائلا يقول هنا أنه البخاري يقول أن صاحب هذه الفتوى بعض الناس من يكون هذا بعض الناس من هؤلاء بعض الناس يعني قد البكر هكذا يحتج علينا أنه البخاري يقول وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة فكأنه هكذا يعني ينقل أقوالا شاذة عندنا فكيف أنت تحسبها علينا هل هذا بعض الناس من أعلامنا مثلا من أئمتنا نقول نعم كل من درس البخاري يعرف بأن البخاري حينما يكتب في صحيحه وقال بعض الناس أو وزعم بعض الناس يقصد من ذلك على من هو أكبر أعلامكم أعلام الديانة البكرية وهو الذي تسمونه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي لماذا لم يكن البخاري يذكر اسمه لأن البخاري كل من درس سيرة البخاري هذا بإمكانكم أن تعرفوه من خلال إطلاعكم على شروحات البخاري على تاريخ البخاري على سيرته تعرفون أنه كان على طرف الخصومة مع الأحناف كان على طرف الخصومة معهم مع أتباع أبي حنيفة ولذلك كان يزدري إمامهم أبا حنيفة وكان يتحامل عليه ولذلك ما كان ينجس كتابه بذكر اسمه وإنما كان يعبر عنه بقوله وقال بعض الناس ازدراء به المهم أنه هنا البخاري ينسب هذه الفتاة والقبيحة التي فيها استحلال للمحرمات بالكذب والتزوير ينسبها صراحة إلى أبي حنيفة وإذا رجعتم أنتم إلى شروح البخاري مثل عمدة القاري مثلا مثل فتح الباري تجدونهم يعلقون على هذا لما يقول وقال بعض الناس يكتبون ابن حجر أو العين يكتبون أنه يقصد أبا حنيفة أنه هو صاحب هذه الفتاة أيضا في كتاب الحيل من البخاري في باب النكاح بعدما روى الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر يقول البخاري وقال بعض الناس أي أبو حنيفة إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل احتيال فأقام شاهدي زور أنه تزوج برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح انظروا إلى الفضائح يا قوم بالله عليكم أي دين هذا دين يجوز لك أنه أنت إذا هويت فتاة بكرا تأتي بشاهدي زور تدفع لهم تقول تعالوا شهدوا معي عند القاضي أن هذه الفتاة زوجتني نفسها والقاضي أثبت ذلك حكم بأنها زوجتك فلك أن تذهب وتطأها وهو نكاح صحيح احتيال دين الحيلة دين التزوير دين شهادة الزور ثم بعد ذلك يقولون نحن على حق وليس هذا قول لرجل عادي هذا قول إمامكم الأعظم أبو حنيفة الذي إلى هذه الساعة نحن نشمئز من أن مدينة في بغداد أو محلة في بغداد تسمى باسمه نسبة إليه الأعظمية أسأل أنا أهل الأعظمية الآن بالله عليكم أتقبلون بأن تحترموا رجلا كهذا يبيح أعراضكم يعني أنت يا من الآن تسكن في الأعظمية وتحترم أبا حنيفة هذا وتقول هو الإمام الأعظم وأنا أتشرف بالنسبة إليه وأتتشرف مدينتنا أو محلتنا بأن تنتسب إليه الأعظمية نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان إذا جاء رجل واختطف ابنتك البكر وجاء بشاهدي زور عند القاضي وقال هذه زوجتي والقاضي حكم بنان على الشهادات هذه شاهدين هذه بينة خلص فحكم بأنها زوجته له أن يذهب ويطأها ويضاجعها بلا نكاح بلا عقد والنكاح صحيح على فتوى أبي حنيفة على مذهب أبي حنيفة أي نكاح هو أساسا بالحيلة كان أخذ ابنتي بالحيلة بغير استئذان منها بغير إجازة مني وأنا ولي أمرها بلا عقد وإنما جاء باثنين لا يخافان الله عز وجل شهدات شهادة تزور عند القاضي فكيف له أن يستحل عرض ابنتي هذه بالحيلة بالكذب بالتزوير أبو حنيفة يقول لك لا هذا صحيح ويأخذ ابنتك والذي ينسب إلى أبي حنيفة هذا ليس شخصا كاذبا عندكم إنما هو البخاء وهو إمامكم كذلك وللعلم هذه فتاة معروفة عن أبي حنيفة كيف تحترمون رجلا كهذا يبيح أعراضكم بالتزوير والحيلة أنتم على مقربة منكم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الطاهرون موسى موسى الكاظم محمد الجواد صلوات الله عليهما اذهبوا إلى هناك وأعلنوا عن ولائكم لهؤلاء الأئمة وبراءتكم من هذا اللعين الخبيث المحتال الذي يبيح للناس الاحتيال لاستحلال المحرمات والأعراض هذا أبو حنيفة وطهروا أنفسكم ومدينتكم ومحلتكم من أن تنتسبوا لمثل هذا الرجل الذي لم يكن يتق الله عز وجل حين يفتي بمثل هذه الفتاوى من الآن قرروا أن تغيروا اسم هذه المحلة غيروها قولوا نحن لا نتشرف بأن نسمي محلتنا باسم هذا الرجل سموها اسما آخر يرضي الله عز وجل لا تقبلوا على أنفسكم زيارة مثل هذا الرجل وتعظيمه أن تعظموه أن تزوروه بإكرام وتبجيل وتعظيم إنكم بهذا تعظمون رجلا من داس على شرع محمد صلى الله عليه وآله بالله عليكم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقبل فتوى كهذه يقبل أن يأتي الإنسان بالحيلة ينتهك الأعراق أيضاً بشاهد بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط مزوجته فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها انظروا إلى هذا العار إلى هذه الفضائح أيضاً يقول في نفس الباب يقول وقال بعض الناس يقصد كذلك أبا حنيف إن هوي رجل هوي هوى صار عنده عشق إن هوي رجل يتيمة أو بكراً فأبت ما قبلت هذا هواها ويريدها بأي شكل من الأشكال هي ما تقبل الفتاة فاحتال فجاء بشاهدي زور على على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء حل له أن يطعها يعني هو الزنا في الواقع لكن بحيلة عند أبي حنيف هي شرعية ولكنها عند المسلمين جميعاً ليست شرعية قل لي بالله عليك أي مسلم يقبل على ابنته هكذا المشكلة أيها الأخوة أن أبناء أهل الخلاف الذين يعلم الله عز وجل كم نحن مشفقون عليهم لأن نراهم مخدوعين بهؤلاء الخبثاء الذين جروهم إلى استحلال المحرمات إلى الكفر بالله عز وجل إلى الكفر بشريعة النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء لا يعلمون ما في بطون كتبهم ما يعلمون ماذا يقول أئمتهم إمامه أبو حنيفة مثلاً ما يعلمون ماذا يقول إمامهم البخاري لا يعلمون ماذا يقول هذا شوف كتاب البخاري الآن أنا أجزم أن 99% ممن يسمعني ما يعرف أنه أكو هكذا فتاوى في البخاري يقول لك عجيب في صحيح البخاري اللي دوخون دوخون أنه أصح الكتب بعد كتاب الله جعلوه كتاباً كأنه يشع نوراً وطهراً تدون فيه مثل هذه الأمور هذه الطامات وتنسب إلى أبي حنيفة يعني هذه فتاوى أبي حنيفة هذه إذن إحنا لنصارنا 1400 سنة نحترم أبا حنيفة على ماذا نحترمه والرجل يفتي باستحلال الأعراض بالحيل بالكذب بشهادة الزور البكري مسكين البكري المستضعف العامي العادي مسكين يضلل عن طريق هذه الأبواق الإعلامية الكاذبة المدلسة المنافقة تصور الشيعة على أنهم هم أهل الإباحة دائما يدندنون حول زواج المتعة نكاح المتعة مع أنه نكاح شرعي لا فرق بينه وبين النكاح الدائم يذكر إلا أنه مؤجل بأجل وعند المخالفين أمثاله وهو وابتكروا من أنواع النكاح ما لم يكن أصلا في الإسلام يعني لم ينزل به سلطان ما أنزل الله عز وجل به من سلطان نكاح بنية الطلاق نكاح المسفار نكاح ما أدري كذا نكاح كذا فقط حتى لا يقروا بالمتعة ليس هناك فرق يذكر بين هذا النكاح وذلك النكاح إلا بأن النكاح الآخر مؤجل بأجل مؤقت له أجل ينقضي هذا النكاح به بدلا من أن تطلق ينته بس هذا هو هذا الفرق الجوهري بين النكاحين يأتون و يستبشعون ذلك أو يجعلونه يصورونه بشعا في أعين الناس مع أن الإجماع قائم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أحله إنما الخلاف في أن رسول الله نسخ ذلك التحليل وجاء بتحريم فيما بعد أم لا وإلا إجماع المسلمين جميعا على أنه نكاح المتعة كان حلالا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لكن أهل الخلاف فقط يدعون أنه بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله نسخ هذا الحكم وحرم المتعة نحن لم يثبت عندنا النسخ أئمتنا عليهم السلام كذبوا هذا هذا الادعاء فنجري على الأصل مثلاً ظروفا تريد رجلاً يعاونها فترة معينة وينقض الأمر خلص هي قابلة ليس هناك حيلة مو أنه واحد يروح يختطف بنتاً بكراً للناس ويأتي بشاهدي زور وله أن يطأها ما عندنا هكذا إحنا فتوى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وفي مدرسة التشيع العظيم أبداً ولا فقيه شيعي واحد يفتي بجواز ذلك بالزور بالكذب تقتصب بنات الناس تنتهك أعراضهم هذا عندكم أنتم ولكن لا تعلم شوفوا مشايخكم يسكتون تماماً عن بيان هذه الفضائع في مذهبكم ما يقولولكم هاي فتاوى أبي حنيفة التي دونها البخاري في صحيحه وكأنه أصلاً شيء غير موجود يقلبون لكم الأمور يصورون الحق باطلاً والباطل حقاً ما عند الشيعة حق حتى في نكاح المتعة حتى في فتواهم بحلية المتعة هذا حق من الله تبارك وتعالى يجعلونه في صورة الباطل لكم أما ما هو باطل عندهم يجعلونه في صورة الحق وإلا بالله عليك أيها المخالف يا صاحب الغيرة على الأقل عندك غيرة على بناتك تقبل بمثل هذه الفتاوى تقبل تقبل أي واحد من هؤلاء الصاقطين يأتي واحد منهم بشاهدي زور عند القاضي ويحكم على بنتك أنه زوجته رغماً عنك ويأخذه أمام عينك يطاها وليس لك أن تقف أمامه ويقول لك هذا الشرع حكم أبي حنيفة مو أنت تقلد أبو حنيفة مو أنت على ماذا أبي حنيفة غصباً عليك تقبل هذا أي دين أي إسلام هذا أبو حنيفة كأصحاب السبت يا هؤلاء الديانة البكرية كالديانة اليهودية ماذا قلنا في مفتتح كلامنا الديانة التي تبيح استحلال المحرمات بالحيال ديانة شيطانية ليست ديانة على حق اليهود الديانة اليهودية استحلت الصيد في يوم السبت وكان محرماً بتلك الحيلة التي ذكرناها والديانة البكرية تحل أو تستحل الأعراض بهذه الحيال بشاهدي يزور وعند القاضي وخلص فإذن التفتوا يا قوم التفتوا نحن نريد لكم الهداية نحن نريد لكم الخير ولذلك نرشدكم إلى هذا الذي هو في كتبكم في مصادركم نرشدكم إلى ما قاله أعلامكم وعلماءكم نبين لكم هذه الفضائع هذه الفتاوى الشيطانية الخبيثة كل ذلك حتى تقف على الحقيقة وإن كانت مرة لابد أن نصارحكم بها الديانة التي تعتنقونها أنتم ليست هي الديانة الإسلامية المحمدية التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليس هذا في شرع رسول الله أبدا فإذا تعلمون من ذلك أن هذا الذي أنتم عليه باطل فأين تجدون الحق أي ديانة أي مذهب أي طائفة هي التي تمثل الإسلام الحق لا تجدون ذلك والله إلا عند أولاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند الأئمة الطاهرين من عترته من آله عند هؤلاء الأئمة تجدون الحق هم أعرف بشريعة جدهم من أمثال أبي حنيفة وغيره من الدخلاء تنظر في فقه آل محمد صلى الله عليه لا تجد إلا الطهر والنقاء لا تجد إلا ما يوافق الكتاب والسنة لا تجد إلا ما يوافق العقل والفطرة أما حين تنظر في البخاري وما ينقله عن ذلك الخبيث أبي حنيفة فتجده مصادما لكتاب الله مصادما لسنة نبيه صلى الله عليه وآله مصادما للعقل مصادما للفطرة والوجدان مصادما للغيرة فانظروا وتدبروا ثم احكموا بأنفسكم وانظروا من تتبعوا تفضلوا سنت دام فضلك سماعت الشيخ طيب الله نفاسكم على هذه ومنك للمخالفين نوجه لهم هذا السؤال واللي يقدر يرد على هذه الفتوى حياها الله